أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتموا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ليما ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروا شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ يا حبيبي يا ربي يلي جمعتنا في هذا النهار المبارك على طاعتك نطلبك يا ربي جمعنا هكذا ما حبينا رسول الله الله يرحمنا من مرحوم فينا النجي فينا يأخذ بيد الخوته الله يرحم والدين والدكم له لا يعذبش واحد من أمات حبيب رسول الله اللهم لا توميت مسلما حتى تتوب عليه الله يشافي جميع مرض المسلمين الله يفرج كرة بالمكروبي الله يصلح وليدتنا وليدت المسلمين الله يجعل مولانا يعطي النشطة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذا الله ينصر خوتنا هناك في تلك الأرض المباركة على عدوك وعدوهم اللهم عليك بعداء الدين لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم في الدنيا غاية واجعلهم لخلقك عبرة وآية وصل الله على حبيبنا محمد أسدي جزاكم الله خير على هذا اللقاء الثبات على الدين إن شاء الله تبارك وتعالى الذي يكون مع أوليدتي بإذن الله تبارك وتعالى نهضر معهم ونجاوبونا وكذا وقضية مسألة تلك الأرض المباركة هي مثال ذاك شيء يمكن إن شاء الله تعالى لكن نتناوله بإذنها مع أوليدتنا تعرف أوليدتي الآن كديرين أطفال فلسطينية أكثرهم كنتوا كانت تسمعونهم كيف هاش دائرة كيف هاش دائرة من اللقاء تسمعونهم كيف هاش ملأ الانطباع عندكم حينما تسمعون لأولئك الأطفال في هذه المحنة العظيمة شكوون يقول لي شكوون نعم 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 بنتي نعم هذو مساكين هذو الشهداء وكين الأخرين هذو كلي كيتكلموه كده من فوق بس من الطباع عندكم كديرين كدير ذاك الجيل اللي راناير كدير كدير ذاك الجيل ماحسوا حس ما جاءوا زيدا محمد لله يعني شو هذو كلي وليدات وش حال ثابتين ثابتين شتوا الكلام تعم كيف هاش دائرة وكيش مش جعين كي البنية الصغيرة كي الولد الصغير ويتكلموا بفصاحة باللغة العربية بالقرآن شوفوا الطفل يهدموا بيته وهو يجلس عليه ويقول هنا بإذن الله ندفن لكي ينبو تجيل جديد ويقرأوا القرآن إذن هذا أبهر العالم هذا جيل عظيم واسم الفرق بيننا يكونوا بين ذوك الأطفال ثم عندكم شي فرق لماذا تكون ويقولوا واش عندكم شي فرق لماذا تكون وش كي الفرق بيننا تكونوا بين ذوك والله الحمد لله ثم تكونوا إن شاء الله بحاله واش بحاله منه وتكون تبقى لك عم تشوهوليش وغيرت تكونوا بحاله إذن شاء الله تكونوا بحاله محسن منهم إن شاء الله تبارك إذن الموضوع انتعنا اليوم واسم هو هذك الشي اللي ركوك أتشوفوه في إطفال فلسطين كيف يثبتون على الدين ياك وكيف يعبرون عن ذلك سبحان الله صور عجيبة إذن ثبات على الدين هالكلمة هذا الجملة وش عارفها من الكلمة وش عارفها من كلمة ثباتوا على الدين إن شاء الله ثبات على الدين شكولي هي الكلمة المهمة في هذا الجملة يعني كل شي انتي قلت الدين الدين يعني هو المهم هنا ثبات ولذلك ما تقدرش تقول الثبات هو الأهم حتى تقول كاي اللي رأى ثابت ولكن ثابت على واحد هذا اللي ماشي مزيانا ثابت على عادات سيئة فإحنا يا إن شاء الله المهم ما تعنا هي الدين ولكن أي دين اللي نكونوا ثابتين عليه إذن فعيدنا الثبات على الدين الثبات على الدين لا إله إله السؤال الأول أقول إن شاء الله تبارك وتعالى واسمويا الحاجة اللي عندنا جاوبوني فيه الصعب 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 لكم شكوية الحاجة الغالية اللي عندنا إحنا بسموية الغالية القرآن الله الصلاة الصلاة إذن الدين هو الإسلام هذا هو نعم لا لا صافي رح نفسنا بالدين لأن الزكاتر غير ركم ركال الإسلام نفس صافي هذه جابت النفس هاشوفوا يعني أننا عندنا المقاصد ركو تفلموني أو لا ركو المقاصد الكبيرة اللي جاء الدين يحفظها واسموها حاجة الأولى اللي غالي يعلنها واسموها الدين لا الدين سمعوا الهم زي هل الدين الدين في القرآن القرآن مصدر تعد ها الدين واللي مره واسموها النفس واللي مره واسموها زيدو زيدو العقل واللي مره واسموه العرض واللي مره واسموه المعال هذه كتسمى الكلية الخمسة هذه اللي جاءت الشريعة وكتالكتاب وجاءت سنة كلهم لحفظها هذه الخمسة معناها أن الدين هو الأول معناها الدين هو الأول إلى الإنسان إلى الإنسان إلي هذا الإنسان ضعه الدين واش ملقوبة الي توقع عندهم؟ نسخسيكم، إلي الإنسان ضعه الدين، ما بقلبش الدين قولوا لي واش ملقوبة الي عنده؟ مكل هذا الي ضع له الدين يمكن يعيش مرفة ولا ممكن ش يعيش مرفة؟ ها يمكن يا وهلا يهديك يمكن وعسيدي كان ماشي مديين وعندو الفلوس وعندو كذا وأنا كايني وش عال غد يعيش بهم؟ وش عال غد يعيش بهم فلحب؟ نحن بالدنيا ، يرحم مالك يعني بتاني غد يمشي يخزر لها خيرة ديالو لا خير في متعة يعقوبها الألم والألم الطويل الخالد هذا هو حناية الأنفس انتعنا اندرس انتعنا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا كل اللي يمشي حرق باش يمشي سبنيول ياك اللي يمشي حرق ويموت هذا نقول له واسمو دير هذا كيف يقول له القلب شو شو يقول لك انتحر يعني أنه شوفها ضحى بالمال باش بالنفس انتعه من أجل واسمه من أجل الشعجة اللي يقلم النفس اللي هي مال وهذا كل مال هو حتى هو ووش ره مصلحة متوهمة وليس تحقيقية ربما قاعد يمشي يتمه ويقطعه وما يصيبه له ويبقى يعيش تحت الأخر معناه أن النفس انتعه اللي هي غالية يعطاه الوع المسألة انتعه اللي هي جات لي خدمة الإنسان اللي هي المال والدنيا وكذا وكذا ولكن هاذ الدين هذا هاذ الدين هذا إلا اعطيت له الروح انتعك تعطي له الروح ولا ما تعتنوش الروح لأن الدين هو الغالي يعني الدين تقدر انت بإذن الله تضحي من أجله بروحك بنفسك ولي يضحي بنفسه من أجل الدين كيسمي أقول لي يضحي قال لي يضحي قال لي يضحي مسلم مجاهد قول لي ما قال شهيد 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 يدخل الجنة بغير حساب والروح انتعود بالشهيد الجنة مباركة منين يموت ولذلك احنا نضحي بأنفسنا وكلنا ما نملك من أجل هذا الدين لذلك ماذا هو الحاجة التي ستكون منها واسمها واسمها؟ ح蛋 هل أتيت بديم الأمممم؟ ماذا كان هو مثل الديد بالنسبة للإنسان؟ كفرد؟ كيف أنسمونه؟ رب الله الله سهال الرسول عين لا تعرف الشيء لا تعرف شئي شوف الله رحمتكم الوالدين هذا الدين الارتيبات به كيف سميوه؟ المرتبط بالدين كيف سميوه؟ ماذا سميوه؟ الإسلام وزيدة أخرى؟ الإيمان الإيمان الإسلام هي المسائل الظاهرة والإيمان هي الإيمان بالله، ملائكة، كتب ورسله، واليوم الآخر الإيمان هل سيكون عنده الإيمان كده؟ كوي، إذن أغلى حاجة عندك انتهى واسمه هي؟ هل هي؟ الإيمان بالدين أغلى ما تملك هو أن يكون لديك الإيمان بهذا الدين، ما معنى الإيمان؟ التصديق به والعمل به، والتضحية من أجله، فإن للإيمان خمسة أركان ينبغي أن تعرفها. الإيمان بالدين عنده خمسة أركان قبل سيكون عندها لغة، ما يبقى شيء يجاوبنا، حدونا مرش معي، يوسمع بوادت، هدبت مع الثبات، إلى الدين إذن هذه الإيمان، هناك فرق بين الإيمان اللي هو واسمه، شعار يتكلموني، أنا مؤمن، أنا مؤمن، ما تدس الحجار، أنا مدس الحجار، أهلا مدس الحجار؟ انا مؤمن تصلي او لا ما تصليش. ايو والله يهديني. هذا ايمان. اسمعتي? اذا اسمه هو اليمان. لماذا الاسم هو ان شاء الله البلية؟ الولى اسمه. صلاة هذا كل اركان تعال اسلام. اسمعت? لماذا البلية تعالوا على المبني؟ لماذا انا ستطعيها في الساعة لمن حاجة لولما تكون مومن بهذا الدين زين زين حتى يكون عندك زين حتى تعلم هذا الدين العلم اقرع باسم ربك ما تعيش جاهل كيف تبلغ هذا الدين وعن تجاهلهم با لماذا تضيع اوقاتك في التفرج على هذه العالة وتحبسك وتشعالك عياذا بالله تنحبس في واقع وعالم افتراضي يفرضه عليك من يريد ان يسرق عقلك حتى تسيب العقل تعلم مسلم ما فيه واله يعرف اللاعبين يعرف المغنين يعرف الراقصات يعرف الكلاب يعرف لا في حين انه لا يعرف هو كان سكسيكم على مسائل التعدين لهي بالاركان وكانوا قوموا تشوفوها وما كانت تجاوب هاش يوسفوني يحزنوني يعلموني حتى وانا اتوجه الى الامهات اذا المسألة الاولى اللي هي ركيزة واساس من اساسية العلم من اساسية العلم بهذا الدين من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة طريق الجنة هو العلم بهذا الدين الثانية واسمه هو ان شاء الله الثانية الرلي البيليا الثانية واسمه هي بعد العلم هالا علم شا للراس العلم شا للراس معارف داع الدين والثانية اللي يبشر القلب واسمه هو الثبت اللي راح عندكم اليوم الثبت على الدين لأن القلب هو نيثبت وشحان موحد بالليل العلم عنده الرأس انتهى عامل ولكن قلبه كما قلت الدب في القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لحياة التعرق واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه معنى أن الله يحول بين الرأس كفكرة وبين القلب الذي لم تتسلل الفكرة إلى القلب فترسخ عقيدة كيقول في الدين دي هو دين واسمه هي أفكار يقولها أما الخدمة ما يخدم الشيء عنده العمام انت على الأزهر وهو يلوي عناق النصوص لخدمة المستبدين والظلمة وينحاج إلى عداء الله لأن الثبات هو المهم هو أثر العن الله أكبر ترى علماء يضعون الغطرة على رؤوسهم ويقفون مع عداء الله ضد إخوانهم هل هذا علم؟ هذا قال الله فيهم في القرآن في سورة العراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى نار فمثله كمثل الكذب إن تحمل عليه يلهث شو عنده العلم؟ شذا ربي أثبت أن له الآيات والعلم ومع ذلك اتبع الهوى والدنيا ولم يريد بالعلم خدمة الدين وخدمة الأمة فكان أكبر خائنين في الأمة من تعلم العلم ثم خدع به الأمة ووقف مع عداء الأمة وهو بعلمه الله أكبر قال المسلم أخوف ما أخاف على أمتي زيد زيد رجل عليم اللسان عالم يجادل بالقرآن وأكبر فتنة فتنة الأئمة المضلين إمام في العلم ولكن يضل تخرج منهم كل فتنة علاج هو عنده العلم ولكن لم تتسلل آثار العلم إلى القلب فتتحول الفكرة إلى عقيدة لأن صاحب الفكرة قد يغيرها في كل حيين اتبعا لمصلحته أما من صار الإيمان وعقيدة في قلبه مهناه ما يمشيش وما تمشيلوش هدشي وخا يمشي هو هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به شو يمشي به فيه رأى فيه يمشي به كمان مثله في الظلمات رأى عندك تمشي به لو كان عندك غير في لدك غير جي شي عرقالة ولا شي بتحان تسمح فيه صاحب القع إلا كنتمشي أنتوياه وتخواف إلا جه جمع عليكم شي واحد تسرق تهرب وتخلي صحيح لا كان فيك في قلبك إلا هربت يكون فيك وإلا تحركت يكون فيك وإلا هضرت كي ما أدرك يكون فيك وإلا جتمعتو بهذاك الإيمان وإلا تعلمتو بهذاك الإيمان يعني كي يكون عندك القلب حي القلب حي ما يكونش يساعد عنده غير حيات نتعى نتعى المخلوقات الخلقية يأكله ويشربه كالدواب يخسروا يساعد يكون عنده القلب حي إلى مية القلب يدير المعصية قداش ولا يستشعر عنده الفضحة كالطحة لأن القلب دياله مية كتصيبه يلبس القرافات والكستم والمرات تصيبها تلبس خير ولكن عياذا بالله تستعمل من قبل عباد الشهوات لفتنة الأمة وإبعاد الناس عن الدين وهذا واقع لا يحتاج إلى دليل إذا أورو كله والوسبة والعلم زيد والثالية زيد الثابات القلب والثالثة واسموه الجسوية تحرك بالعلم وزيد بالإيمان كي اسموها شيء العبادة اللي بينكم من صدربي والسلوك اللي بينكم بالمخلوقات هذا كي اسموه العمل العبادة والعمل والرابعة قاعد الكبيرة هي يملك الإيمان تعقب تصل درجة تضحية بروحك من أجل هذا الدين يعني الدين هو الغالي يوصلك الإيمان أن تشتاق لكي تضحي بروحك دفاعا عن أمة رسول الله عن مقدسات المسلمين عن فلسطين عن كل 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 ما أمرنا الله تعالى أن ندفع عنه السوء آه آه هذه الفكرة الأولى أعرفنا قلقي أغلى حاجه عندنا ما هي أه الإيمان آه الإيمان ف象 Gerrü شكور�� نقول الباليا والرابس ما. ها عفل زيدي أ below احسن مقدس الثبات زيدي زيدي العمل و العبادة و التضحية أربعة دارت بنيها على ربعه يا البليز حسن جداً كسميتك مريم دخيسي بارك الله في جزاك الله إذن ها أنت هيا يا ربعة الآن غادي نسقصيكم إن شاء الله تبارك وتعالى غادي نسقصيكم الآن واحد السؤال الآن إن شاء الله تبارك وتعالى من اللي عندكم لي؟ من هو أغلى حاجة عندكم؟ ما هي الحاجة اللي تخافوا عليها في الدنيا تمشي لكم أكثر؟ ما هي الحاجة اللي تخافوا عليها؟ هي اللي من؟ لأنه هو الغالي حسن جداً سوفقوا عليها إذن من أمي عرفنا باللي قدينه هو الغالي الحاجة اللي تخاف عليها هي الغالية بزاف تخيل كي عندك واحد الحاجة غالية بزاف زائر تفوعد الفيترينا ودائنا وشي ذهب خلات ولكم وكده وقالت كا تا 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 ودائما كل الصباح تشوفيها ودلوك وخايفة عليها لو كانت شي نهار يسترقوها لكي غادي تديري تموت هذي قتل جاها حسن جيل صفقوا عليها قتل تموت هذي هاية تموت عدد ذباع كاسميتك ها؟ صفقوا على دعا صد هو هذي هذي واسمها هذي غيد دنيا والدنيا ثانية ومع أنها رخيصة وفانية يمكن الإنسان يوصل حتى أنه مش هاين واحد دوله الفلوس مسكين مش هلو العقل مش هلو العقل مش هلو العقل الله يسترقو ولذلك حنا يا الله يجزيكم بخير إذن هذا اللي مشتله الفلوس ومشامعت هذا عندوش إيمان او لا عندوش يواجابوني واش هذا اوه قولولي غي قولولي بحالة 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 كي اسميتها دعا قد قد ينموت إذا بشات ليه يمسكين هي رعفة إذا ما كانت شيء إيمان لا بكيش هي عندها الإيمان هي رعا جاوبة وكل شيء زال الله أخرى غير واسمها يقولك بحالة مثالنا كان عنديش فليست الدمري ومت بالفقعة عندي شيء إيمان لا ما عنديش ما كان شيء يضع وأنت على خمسافرين كلنا على مسائل اللي غاديت فلانتون إذن أسيد إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا الإيمان هذا هو الغالي سمعه إذن تخاف على الأمن غذا ما تخاف الإول على أمن على تخاؤ النعائسة علي الدين ردناه إيمان به سمعتم رح نرضيناه ذي إيمان لماذا لأن حظك من هذا الدين هو الإيمان به والعمل به دعونا الآننكلم約 الإيمان الإيمان بهذا الدين لأن الان ان شاء الله تبارك منين تخاف علاش تخاف سدي على الليمان ديالك وعلى ديل ديالك علاش تخاف ازاف اكثر ما تخاف على الدار ديالك تخاف على حياتك اكثر ما تخاف على المال يعني علاش علاش حسن جدا زيت و هو اللي غادي حاسبنا عليها ربي يوم القيام يعني ربي سيسألك عن علاقتك بهذا الدين. كيف فعلت فيه? صدر بك وقفوهم انهم مسئولون. ولنسأل انهم اجمعين عما كانوا يعملون. ما من احد منكم الا واقف بين يد ربه. ليس بينه وبينه وترجمان. فينظر اي من منه فلا يرى الا ما قدم لهذا الدين. ويرى اشمنه. فلا يرى الا ما قدم. ويرى تلقى وجهه. فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره. شو هذا حديث انت عميس ناس? ستسألهم القيامة على الدين. اقرأ كتابك واسمه درس. اقرأ كتابك. هاش درتها هو ها وها وها واسدتها. اذا انت تعلم انت خاف? تخاف على ايمانك. علاش? لانه هو الغالي. مهما انه تخاف على ايمانك. اش تخاف على هالليمان? قوله زيد. مهما انت خاف على هالليمان? واش مهما انت خاف عليه? هاي سفقوا على هاذا كيما تخاف هاذي كيما خاف هاذي على الذهب اللي يسترقوه لا. اكا ينسرق انت على ايمان. يسترقوه لك من قلبك. شوفوا وخكين هنا. يسترقوه لك اليمان من قلبك. حضي روحك واسس على ايمانك حتى لا يسرق منك. اشد حرصا منك على مالك. واغلى ما تملك في الدنيا. لان الدنيا لو سرقت منك يمكن ان تعور. ولكن سرقة الايمان معناه. ارضك مشي مومن. ولو اللي تمشي مومن امت على غير الايمان. اذكر قلت غالي يمشي الاسان يخلط في النار. اذا اعلاما غالي نخاف وقلوه على الليمان. يا كسر. انتخافو على الليمان. انا شخافو باش يمشي النار. اه الان سؤال. الليمان بالصحية الى ايو الاكodka القلب يمشي او ما يمشيش؟ اهه يمشي وهدي قلت ما يمشيش. صحيح يمشي وما يمشيش. فوقش يمشي وفوقش ما يمشيش زيت ما يجددها اسفكو عليه يعني ما يجددش الإيمان يسمح فيه يسمح فيه إذا ما يجددش يجدد الإيمان وطلافه وراقبه كما ذيك اللي عندها الذهب كل صباح تشو بشارة ما كل صباح تشو بشارة ما واش خونه ولا ما خونه واش كذلك انت عليك ان تطل على قلبك اللي في الإيمان واش هاليمان باقي جديد واش بلا واش تقطع واش طاح واش مشاء خاشك تكون واسم تكون فطن كيس تراقب إيمانك شو واحد قال لي واحد قال لي الإيمان قال لك سيدي الإيمان اسمه قال لك واحد الإيمان يبقى واحد قال لك الإيمان ما يبقاش هذا قال لك يبقى باش بجديده زيد وبحاولة دائما إن يكون يقظم يحظى واحد هذا وفقش يمشي فقش يمشي الإيمان زيد زيد من لي ما نحافظوش عليه من لي ما نراقبوش من لي وولا ما رقبناش إيمان وما حافظناش عليه واسموا يقعنا نحنا كنسميه الحالة اللي يكون فيها ابنها دم عنده إيمان وما شعرش به وما مراقبوش وعنده زيد نقص كنسموها الحالة يلا 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 كنسموها الحالة في الدين لا كنسموها الحالة الحالة ماشي كفرة زيد حالة زيد مقاومة في الدين كنسموها الحالة انت حد افتتان بالدمية ونسيان لي ما زيد الله أسفقوه الغفلة غافل حسن جدا كسميتك ها إنصاف لقد أنصفت والله شو ها الغفلة شو ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ميتا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلا نعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لا إله إلا الله غافل هذا غافل 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 باش بقى كلمة نواس مخش كدير خذك تحفظا أيوة هوا مشينا احنا مشينا تحفظا أي مشينا مشينا تحفظا لي باشا تجد وزيد وتحاربوا الغفلة ما تبقاش غافل إلا غفل الشيطان يجي عندك ويسترقونك شياطي الإنس والجن وذيك الصحبة اللي مشي حتلت أمه وتبقى تهضر لك هذا وتديك هذا وتديك تقصر لها وتديك ذا ورعا جات واحد وثلاثين ديسامبر وتقول لا قد يمشوا نقصروا لها قد يمشوا ونديروا لها قد يمشوا ونديروا وبابابابابابابا استرق بزاف استرق بزاف هاللي يا متلي جيني يا أيام أنت شرقت الإيمان من قلوب أبنائنا وفلذات أكبادنا فعليك يا ابنتي يا ولدي أن تكون متيقظا أن تكون زيد حل عينيك أهي خصتك تحضيروا حكم من هذو اللي يسترقوا لك الإيمان يا ما سمعت سمعت ولذلك الإيمان يمشي فوقعش من غفلوه لا ها والغفلوه أسمو أجيب المعصية أجيب اتباع الشهوات أجيب اتباع الشبوهات ها أوه ما حدك أنت تعصيه لمن يمشي الله يحفظ ويسترق وذك القضية ديالة اللي يتله في الإيمان ديالو يتله في الإيمان ديالو باش يتله في الإيمان ديالو زي بالثبات بالثبات على ما على الدين ها الثبات على الدين واسمه هو ثبات على شيء على على أوامر على أوامر الله بالامتثال وعلى النواهي بالاجتناب فإن الله الخالق أمرنا بأوامر إن فعلناها زاد الإيمان في القلب وزاد ثبات العبد على الإيمان ونمى الإيمان وتطور إلى التقوى إلى الإحسان إلى الدرجات العالية عالية عالية وإلى ما يبقى لاش الله يحفظ ونسترق نديروا هذاك شيء يهود الإيمان وذلك سحب السنة والجماعة ما يقوله الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاص والغفلة يقول لك أن الإنسان غيد المعاص يجي وحلو قيت لما يبقى لاشقع الإيمان ولا ما يبقى قول الله أكبر يجي وحلو قيت اللي بنادم ما يبقى لش لما نقع في القلب قال رسول الله الصناف قال سيد النبي صناف الناس في قضية الإيمان على أربعة الصناف عقل 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 مولود ولد في الإسلام وعاش في الإسلام ومات على الإسلام سعداته ها واحد الثاني مولود ولد في الكفر وعاش في الكفر ومات على الكفر الشرامس ولد في الإسلام وعاش في الإسلام ومات كافرا ورجل ولد ولد كافرا وعاش كافرا ومات مؤمن الله 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 ولذلك هذي كي تسميها الخاتمة كانت تفتت الكبد أنت على المعارفين حينما يذكرون الخواتيم أنت معارش باش يختم لك ربي ولذلك إن شاء الله تعالى هل المسألة أنت على الثبات على الإيمان غادي نتكلم لكم عليها في بعض النقط من اللي وصلتوا أنتم ما هدرتوا على الثبات قلتوا الحاجة الغالية عندنا هي الدين الإيمان هو اللي يمثلوا فيه في الالتزام به وبعد ذلك قلنا الإيمان هو أغلى حاجة عندنا والحاجة الغالية خاصة نحافظوا عليها لأننا لما حافظوا الناس عليها غادي تمشي باش غادي نحافظوا عليها إن شاء الله تبارك وتعالى بأن نثبت على هذا الدين لأنه لما ثبتش على هذا الدين وكان غير رحل يجيه الدين كما قال سيدنا بيسلاس لا تكون إن معا تقول أنا مع الناس إذا أحسن الناس أنا ري معهم وإن أسأل الناس ري معهم ولكن وطن أرسك إن أحسن الناس أحسن وإن أسألوا فاجتري من إساءه فإنك ستلقى ربك وحدك وتسأل وحدك فلا ينبغي أبدا أن يجرك شيطان إنسي أو جني إلى أن تتبع سبل الشيطان فيذهب إيمانك في طريقك إلى الله وتلقى الله عند الموت وقف خالة والعياذ بالله قلبك من لي إذن هذي تخوف ولا ما تخوفش تخوف ولا ما تخوفش هاي والإنساء هكذا بش أحد يراجع إذن هذك يسميه الثبات يا شوف اللي هو يثبت هذا من فضلي الله شكول اللي يثبت شكول اللي يثبت شكول اللي غير يثبت ما يقولوا لي معك الدين شكول اللي يثبت بهالدين شكول الله الله يثبت الذين آمن شو مؤمن ومع ذلك قال لك ما تطلقش بربي ما شيت قول راني مؤمن وصافي هلا أنت مؤمن ولكن ما تطلقش بربي لأنه ربي ويثبت عندك تنغر عندك تنغر الله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الأخير زين ويضل الله الظالمين لك يظلم شاء ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم الله هو اللي الله هو اللي هو اللي يثبت مشي معنا أنا نريم الدين وانا نصلي ونبقى يقسني العجب أنا الحمد لله كما يقوله واحد يقوله آه ودي التقل هذه كل مرة آه لش تخرجي هاك لك بالريحة وكذا وكذا هالشراء حرام تقوله يا ابنتي وشركته وصدر ببرة محتاج لك للدوك الرقاعات وصدر ببرة محتاج لك ما اشتعبده لو عبده الخلق كله ما زاد في ملكه شيء ولو عصاه الخلق كله ما نقسم من الملكه شوالك انتع عندك تطلق بربه ربه واللي ثبت معنى وخار من صلي وخارني انطق الحراب وخارني قابل الطريق وخنقر القرآن ولكن يخصني دايما نوقف عند باب الله تعالى فكيف وأدخل على باب الله من باب الذلة ذلة بين يدي الله تكون دايما تخاف الآن إن شاء الله تعالى سيد ربك يقول في هذه نعطيكم شيء آيات على قضية التعثبات بس تعرفوا لهذا موضوع مهم قال تعالى فوقش هاتي هدرون مثلا عن امتحان ذيئة الإيمان فوقش يكون فوقش يبتلك باش بالخير يبتلك باش بالشر يبتلك باش بالمرض يبتلك باش بالفقر يبتلك باش بالحروب يبتلك باش فوقناها لأحد يعني هذك يسميه بتلاء العنكبوت واحد صورة مكي يقوله العنكبوت هل العنكبوت اعطى ربي المثال جالها. هذو كل الناس الذين يتخذونه من دون الله اولياء. هذو كل ما يقامل لي تلقوا بصيدر بيه. وبقايا بتكل اعلام امريكان ولا بتكل اعلام الملفة ولا بتكل اعلامه للسلطة ولا. وخلاص يدر بيه. هذو كمثال وكمثالي شكول. العنكبوت اتخذت بيتها. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. اه لاش اه 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 البيت اندح هو اوهن والبيوت هو بيت العنكبوت. في حين ان هذك ذك السلك اللي كي يخرج من كرش التالي عنكبوت هو من اقوى هاتسلوك وما اقولك هذا عنكبوت. اقول عنكبوت لاش احتذك شي حاجة كبيراتك مرحات اميه. ولاش هلاش قالك اوهن البيوت بني بيت العنكبوت. علاش? 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 يقولوني علاش واش يترح في الساعة. ما يترح في الساعة قوية. علاش? لان البيت اميه المقصد يو زيد ابن. زيد. زيد. اه وا? زيد. زيد. البيت واسمه? لان هذك المرأة اللي يقولها العنكبوت مع الراجل كيت زيد تاكله. يعني الوهن ديال العنكبوت ماش يشيط في البيليات. داخل البيوت. بحظ دار عندك المرأة وعندك البنت. مربين همش عالدين. عالصراء. دار واسعة. فيها الشدادر. فيها التليفزيون. فيها الفريجي دار. فيها الماكلة. فيها الشراب. يوزن. وليس هنالك المربي. الذي يدفع النار عن الابناء. ويعلمهم. ويربيهم. ويربطهم بالله. وكل بيت لم يرتبت اهله بالله. هو كبيت العنكبوت. والله وخا تكون عندك في اللي قداش. أرف لام مين. أحسب الناس. أحسب الناس. أن يتركوا. أن يقولوا آمنا. وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم. فليعلمن الله الذين صدقوا. وليعلمن الكاذبي. كيجيك الامتحان. فما تعرفش اللي بديع الإيمان ديلك صحي. فما ما ش صحي. كياللغي. مثلها الولدون. اللي تقدم. اه اه احنا واسف . اه اه. طعا. نشعدي. ها. كياللغي. ما تصبح الخدمة. وكذا. كتقولك. انا ما صرتش كذا. فتلقي نفسها في السوق والعياد. ومالله. ما لا يحمد عم. هذا. هذا الحرة. لا يمكن أن تأكل أبدا بتديها. هاي حالة وصلت اليه الأمة. أي حالة وصلت إليها الأمة هذا امتحان واش سبروا لما سبر فلعلم الله الذين صدق كيش إلى السورة الحج كيقول سيدربي ومن الناس اسمع اسمع من يعبد الله على حرف إن صابه خير يطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين كي يكون يعبد سيدربي كانت موجة للمعنى بغي أن تطرد على الجرف ماذا هو الجرف؟ إن صابه الخير أسمع اللي يحدي أسمعه الخير الم واش ببقاء الجنة الوظيفة الفلوس واذا ما هو؟ يقولوا الحمد لله أمل أشبع للحم وراء يتقرأ أمل 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 أملأ أمل 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 أملأ وإذا صابته فتنة وإن لا يتنجد واحد الامتحان ماذا ما هو؟ ماذا؟ مالي أنا؟ ملا نا فيتركوا كل الإيمان بحال يعبد سيدنا ربي علامة على الطمع يعبد سيدنا ربي مجمل انت خير بالأنبياء انت خير بسيدنا داود انت خير سيدنا يحيا زكريها انت خير بأي يوم اللي كان سبعتاش العام وهو نعص بالمرض انت خير بسيد نبيس العجس المللي شجت شج وجهه الشريف وكسرت رباعيتها انت خير من هذ الناس خليوا لي منها الشي هذا طويل قاد ينتكلم لكم اظهرك إلا كنت كان خاف عن الإيمان ديالي وأنا عارف بإلا الإيمان في القلب منين تمتاحن وجيك البتيلاء آه كذا كان وجيك البتيلاء ان شاء الله تبارك وتعالى كيفية تقدير ان شاء الله تعالى باش تحافظ على يلاك واحد زوج ثلاثة شدوى شدوى اعطيوني واحد زوج ثلاثة باش يثبت لي الإيمان ويزيد قاع الإيمان وما يضع ليش الإيمان هالسؤال كده هالسؤال ما الذي تفعله إذا أردت زيد لإيمانك أن يستقر ويثبت في القلب زيد ولا ينقص زيد ويزيد هذو ثلاثة لا ينقص وعلاقا يثبت في مكانه ويزيد ها واسمه هي هذا الكنينات اللي مشيت عند الفرماسيان وشخص لك المرض احنا غير شخصه يقولك انت فيك هذي وهذي ها عندك واحد الكنينا كانت تدير كنينة هذي تدير هذي وتدير تضربها الليبرا وتدير كذا كده وحافظ لي على هذي واحدة تشروه الأربعة ان شاء الله تعالى وغادر بيجبه الرحمة يالله ها هو ان شاء الله تبالك وتعالى القلب رافيه الإيمان وانت بغيت تحافظ ان شاء الله على الإيمان ولا يزيد وتحرص على ألا ينقص الحاجة اللولة ان شاء الله الكينة اللولة واسمه هي زيدة الثقة بالله الثقة بالله القرآن ها هو القرآن زيد 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 صبر 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 بوعاء هذي كل شي قلته زيد ثبات هذي كثبات اللي رح نضوره عليه هذي كثبات كين زيد صحبة الصالح اه اذا راح نشوفوا البيتدهو اللوي والحاجة مسألة نفسية اللي كنت نهدر عني همه بجي تقولها الحاجة اللولة بشا بشا قضية الثبات بشا يثبات الإساء المسوا أن أخاف أن يضيع إيماني فوقف ولمن خاف مقام رب ربي 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 ويسرقوا ويخافوا ويخافوا اولا فيه الرياء اولا فيه العجب اولا فيه شي حاجة من شي صالحة اولا 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 ربي 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 بف Bee بي ربي بي ربي لو ربي تعرف يجب التسليه الشيخ التسليه لا تسليه لا تسليه كي تسلي وركت اللفعة و اللي تسلي لان اقول لي بتكبير لان نفسها من جملة المسائي اللي جاء الله يحفظها اذا ان شاء الله تبارك وتعالى هاد السيد هذا اللي خاف على ولده باللفعة ولا وش يسلكه ولا مسلك ايوه اكدك على معايمانك ايوه عندك اللي ما تخاف عليه واسمه الدين اتسلكه من اللغوان اللي بغوا يسترقوها ها هو هاذا هاذا الهاتي الهاتي يزيد واسمه الشيطان الشيطان يزيد الشهوات السلطة المال اذا الحاجة اللي اولى واسمه ايوه ان شاء الله تبارك وتعالى ايوه يخصك واسم الدين تخاف على ايمانك باش تحظيه لا تغفول عنه وهذا هو العلاج انت على الغفلال ما تكونش غافل ما تغفلش على ايمانك نعم اسدي ها ها اذا رحنا جيلة رحنا جيلة انا جيلة انا قلتك باللول باللول الحاجة اللي اولى هي ديالك ديالك انت تخاف عليه هواقع انت على الرفقة قعمة انت على الرفقة صالحة وانت عندك القلب ميت حي مايراقم شو ماشي خايف انا كنت تدربع وكيت لقى الساعة قادر اي مؤمن بقى حتى انا ندربع اكذا كينوالي الدار كيندخل للدار نفتح هذا اوه بشي في العالم يجرعب ها قالهم انهم يصلوا عليه وسلم شي ناسهم تقيمة يجيوا عندهم مثل جبال اتهامة من الحسنات يحولها الله الى هباء قالوا يا رسول الله علاج اسمعوا اسمعوا اما انهم كانوا يصلون كما تصلون اسمعوا 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 ويصومون كما تصومون ويتصدقون كما تتصدقون والربع اللي مهمة ويأخذون من الليل ما يأخذون يعني يقوموا حتى الليل واسمعوا ولكنهم كانوا اذا خلوا بربهم بارزوه بالمعاصي منين يقوموا وحده وبينصده ربي يقول ليه بقيده هاشي ما تبقالوا حتى حسنا هذا والعيال كايوري للناس الصورة انتع الناسك المتعبد المستقيم ولكن لمجرد ان ينفرد بربه يبارجه هذا ايه هذا رايح ايمانه هذا هذا يغش راسه انا كنت تفهمون اولادي اولا لا واشا كنت تفهمون اولا لا شكول يقول لي واسمه قول باركو هاله هالجملة التالية شكول لياااااااااااااا يوردي تصاور الناس الاكران ااااااااااااا شكول ايه ؟ تصاور الناس يوريها بالما الشح يباركو هاذي بعيد علهاش هوسمعتو يواغس كنتا عارفو واشمارش نعرفووهو اصلكم بما يجب أن نسأل أحد، أم أنت في منطقة الأفضل كيف تريد أن يجب أن يحدث لديك الناس ويحدث لديك الناس يمشي يشوف لكم القنوات مثل اللسين يمشي يشوف العري ديال النساء في التك توك انتو ما راح عندكم عالم راح خاطر راح كاي سرقكم يا ابنتي يولادين فيقو شوية مش تاكوا فهميني او لا لا فهمتوني او لا ما فهمتوني او لا لا هذه اللولة ان شاء الله المثال اللولة واسمو هي تخاف الثانية يارا الكلينة الثانية ايو اقول الكلينة الثانية ولكن بس اللولة هي تخاف او لا ما تخاف شي ترك معا ما تستنفعش نخاف على ايمان كي يضع ثانية زيد زيد ابت الثبات الثبات هو اللي احنا نتكلموني كين ديرو نثبته ما نخافوش نخاف هذا الشي باش نثبته انا نقصصنا نخافوه على الايمان ديالنا بأنه يضع هذا هو الليولة جازك هذي الليولة كملنا مع هذي نمشو للثانية الثانية ان شاء الله تعالى ها مثال الثانية زيد الحاجة اللي تعاونك على الثبات المتعلقة باش بهذا بالرأس ما تخفلش لا تخفلش لا تخفلش لا تخفلش لا تخفلش خوف ولي خليك ما تخفلش شوف شوف العلم زيد العلم زيد زيد باش نجيبهم الكنيش باش تعرفوا ذيك البلاد اللي ره انتصرت باش انتصرت العلم زيد والتعليم زيد والتعلم زيد زيد العلم زيد 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 ومجالس العلم زيد والدعوة الى العلم هذي اجبحونكم كاملين الله ذيك الارض هي اللي هو لف التعليم في العالم العربي والاسلامي إذا كتصي السيد يتكلم بطلاقة عنده غعمين ثلاثة حفظي القرآن والله اكبر نعاود هالكم نعاود هالكم نعاود هالكم كيف تتعيشوا هكذا لا خير في يوم تطلعوا فيه الشمس لم تزدد علما فإنك كلما ازددت علما ازددت قربا من الله فالعلم هو طريق الايمان فلا يثمر الايمان الا اذا غذته انهار من العلم انهار من علم تنزل من الرأس باصرها الى القلب فتطهر القلب من الغفلة وتطهره من المعصية وتطهره من القسوة وتطهره من كل الامراض العلم 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 نعود لكم هذي العلم زيد و ايوا زيد العلم والتعلم زيد والتعليم زيد ومجالسة مجالس العلم زيد زيد والدعوة الى وترغيب الناس في الله هذا الخمسها ايوا اسمعتونا كنت تتكلموا على جلسات أربوية وجمعتوا في هذا ورق وجبتوا السعب قادر وجبتوا كذا باش تتكلموا في الدين سمعتوا وتتعلموا الدين وتتعلمواه للناس وهذه الجلسات لو كنت تعرفوا واسموها كيقول في نبي صلى الله عليه وسلم رأسي خير كبير وكما شاء ذوي الحديث من تعنا احنا إذا المسألة الأولى واسموها مورا تخاف إلا تخاف الحاجة الأولى تدرسوا يا تعلم الدين ويا عباد الله كان يشوفش فيديوهات يمشوا للزرقاء ويقولوا ما هي أركاء الإسلام ما يعرفهاش يا عباد الله يسقسوا ويقولوا ما هي صورة المساد ما يعرفهاش يا عباد الله يقولوا واش تحفظ الفاتحة ما حفظهاش يا عباد الله حافظ الله لأسماء اللاعبين ديال الكورة وديال المغنين وما حافظينش يا عباد الله صورة صغيرة انت عني خلاص ولا تعلموا هو ذاتين هاو يا ربي غادي سقسيكم واحد السؤال في هذا الميدال قبل ما نمشي شكول اللي فيكم حافظ صورة 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 المعون غادي شو غادي شو غادي شو انا رك تقول قرأت صورة 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 الاعون فهència اللي بدي ان شاء الله المعون فارك اني فارك انتها انتيا بنتى بنتى منور خلاصة الظذر مuvان فيما استخدم نه Capitani هيا خليها انتي اللي حذاب انتي وا سمع او يا ربي ما بغوشي سكتو زيد هيا جابتها اني شاف اللي اول داركسافي جزاك الله خي سفقو عليها هيا ولك سكتو تحفظوها شكون حفظها شكون حفظها رأيت اللي يكذبو بالدين يا واشتو شتو الغريبة يا واشتو الغريبة يا ورهاد الممهات هذو الممهينة اللي يرام جايبين هذل خليوني غيقل شو ورهاد الممهات ورهاد الممهات في الرهم يكونوا واش هالديار متاحهم عندهم شي مهمة واش رهم يراقبو كذا او اللا رهم غي 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 خدمة لأجزي لأجزي رسيس وخدم التمرين والقرآن اللي هو سبب انت اوه صافي صافي رأني كان اسمع ذرك شويش الله يديكم هالوه اسمع له اذا رأني بغيت انترحات مسؤالي شكالية من خلال من خلال امتحان بسيط لأبنائنا في مسألة ارتباط الناس بي 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 القرآن في الآيات والصور الصغيرة تا حزب ستين رأى كاللي ما يعافش توسمه يا صورة المعون وكاللي ما يراش حفظها اذ هداء وسائلوا شكون وسائلوا الامهات والله اني وحملهم المسؤولية بين ايدي الله والله العطب توصل لأ البنت توصل لأبناء خمسطاش العم محضوش يا سباح زاد ويش اشيانا الله يهديك يا ولدي الله يهديك إذن هذه الثانية مثلاً لولاد خاف الخوف يدفعك لكي يجد تتعلم هذا الدين اه تعلموا لدي هذا الدين انا غادي تحتاجكم الناس بزاة مع الغربة ديال الدين وإشاعة الجهل وفشو غربة الدين اه يخصكم انتم ما تحملوا المسؤولية اخصنا الراية ديال هذه الدعوة انتم من يحملوها هذه الثانية الثالثة ان شاء الله زيدو الثالثة حاجة الثالثة واسمو هي اه قدو تقولوها باش تحافظو على الثبت على الدين خفو عليه اه خفو عليه قلناها ليه اللي وغير نخفو عليه خفو عليه خفنا عليه وذيك اللي خفنا عليه راحنا نتعلموه خفنا عليه اه سمع ابنتي خفنا عليه وذيك الخوف اللي خفنا عليه راحنا نتعلموه وقدك ما اسمو التعليم والتعلم زيد والمجالس والمجالس والدعوة هذي شو هذي قاعدة خلاف العلم مثالة الثالثة زيد الثالثة زيد هذا هذا زيد القرآن والدعاء والذكر الله الله وقالوا لو ننزل هذا القرآن منجما يعني كذلك لنسبت به فؤادك فأعظم ما يسبت القلب على الإيمان وقراءة القرآن وفهم القرآن وتدب القرآن والعمل بالقرآن والعيش مع القرآن فثباتك يكون على قدر اتصالك بكتاب الله فوصح التصورات ويطهر القلوب وتناجي به ربك قرآن لما راح نحن نحفظه حتى سورة المعون في غادي يكون هذا القلب الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت القرب والبيت الذي يكون مخرب بسكنه الفوعة والحنوشة والعناكب والفئران اسمعت اسمعت مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت في الحادث مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت هذا ميت هذا قلب ميت لم يذكر الله هذا القرآن زيلي واش مخورك الدعاء دعاء واش مجد دعاء تتعيش دربي ثبتك والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كان رسول صلى الله عليه وسلم ساجدا وإذا بعائشة تلمست موضعه فلم تجده فقامت فوجدته في جوف الليل ساجدا ثم أنصطت فإذا به يدعو هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلم تتمالك عائشة في جوف الليل أن وجهت إليه الكلام وهو بين يد ربي ساجد قالت بأبي أنت وأمي ونفسي لك الفداء يا رسول الله أتخشى على قلبك من أن يتقلب وأنت من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة يا ابنة الصديق ما من قلب عبد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء فسأل الله أن يثبت قلبك على الإيمان أشكال سيدة ربي نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدوا لك علينا مصيرة شوفوا شوفوا شوف قال هالسيدة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما ثبتك شا ربي الله أكبر الله أكبر سيدة ربي ولا يثبت إذن دعوا سيدة ربي يثبتكم دائما نقولوا شو الدعوة عمره ما تنسوا في السجود اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك عمره ما تنسوا هذه الدعوة الإمام الإمام ترميذي رضي الله عن صاحب السنن رأى رسول الله يصح في المنام فقال له يا رسول الله يا رسول الله إني أخاف سوء العاقبة أن يخرج الإيمان من قلبي عند الموت خاف فقال له نبي صلى الله عليه وسلم أدعو بهذا الدعاء دائما يا حي سمع يا حي يا قيوم برحمتك أستغير لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك حفظوا هذا الدعاء حفظوا هذا الدعاء دعاء تثبيت دعاء تثبيت إن شاء الله إذن كان شو اسمك كان القرآن كان الدعاء واسمك وكان ذكر ما كانش اللي ثبتك كما ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله أنا كان شوف هذه كل ناس يخرجوا القوم يواجهوا العديان الله أكبر الله أكبر الله أكبر يذكرون الله كثيرا هي كلمة جلجل العدو من الداخل ذكر الله ذكر سيدة ربي صحيح سيد النبي نقول الله أبناء تعلمون فأصابه الإعياء والجهد وأراد أن يأخذ قصة من راحة فعلق سيفه في الشجرة وإذا بمشرك كان في طريقه يتربس به فترك النبي حتى دخل في النوم فأخذ السيف الشجرة اخترت السيف ووضع على عنق النبي سيدنا قال من الآن يمنعك مني هذا السيف عندي قال له الله فتجلجل فسقط السيف من يده فأخذه النبي فوضع على عنقه قال وما يمنعك مني قال العفو يا محمد قال أسلم قال لا قال شريطة أن لا تعود لمقاتلتي قال هاته لك فأطلق صراحه وصار يصرخ حينما أيقن الهلكة وعفى عنه النبي ويقول أيها الناس أسلموا قد جئتكم من عندي خير الناس ذكر الله ذكر الله تعال ذكر الله إذا رهو لك خايف تعلم زيد وارتبت بالقرآن ودعي سيدار ربي سبحانه وعزيزي وذكر الله هذه هذه سهلة هذه ساعة تبقى تنسى ذكر الله والله القرآن والأكدار هذه دائما دائما لأنك أتطهر القلب كأتثبت القلب أما اللي من اللين هو هو يهضر غفض فيش غفض فيش غفض فيش غفض رابلين يجي يموت هذاك الشي اللي راه دايل في القلب هو اللي يخل واحد يهضر غير على الكورة غير على الكورة يموت هو 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 يهضر على الكورة اللي يغني ويعجبه الغناء إنو ذي يغني ويموت هو يغني واحد السيد عندنا من يجي يموت قول له قول له قول له لا إلهي الله قال لي أستغفر أربي بعيد واش تلغريبة الله أكبر لذلك الشي اللي عندك هنا هو اللي يخرج عندي الموسي هذي وتلاحة إذن العلم وعندنا القرآن الرابعة واسمه هي زيد الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى ها هو الرابعة إن شاء الله وزيد ها زيده ايه يا زيد هذي 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 زيده واسمه يا أعظم حصن من حصون الإسلام كده شل عبادة الصلاة لوقتها والمسجد والارتباط ببيت الله تعلموا فيه تحضروا الخطاب تصنوا فيه رب لأن المسجد هو قلب الإسلام وقلب الأمة الإسلامية ومنه يخرج الرجال كأبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الذين يقودون الآن هذا التغيير المزجل في العالم إنهم خرجوا المساجد ولذلك فإنهم يصبون جام غضبهم على المساجد هدّموا قال المساجد الارتباط البيت الله والصلاة أنا أقول الصلاة لها قيام الليل والنوافيل الفرائض لا أتضر عليها وإنهم المسجد وكذا وإنهم تحفظ على مسألة الإيمان وتثبت وانت تصلاة على الوقت ما تصل تصلاة تصلاة ما تصل لها ومن يتقدر معي يقول لا الحمد لله من خير الحمد لله أنا بعد ما نهضر في الناس يا خادر شارك كل دير وانت ما دير وحتى شي مجرم أنت تصلاة لماذا أنت مجرم لأن رب بسم الله اللي ما يصل لها مجرم قال تعالى في كتابه الكريم ما اسمه قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر هل أدخلت الجهنة قالوا لم نكن من المصد مجرم هذا مجرم مجرم في حق نفسه وفي حق الأمة وسمعت إذن الصلاة والمسجد وما يتعلق بالعبادة كابلا كي يقول العبادة اللي هي الصلاة زيل زيل والمسجد زيل زيل يوزي الصدقة زيل والزكاة والصوم هذه كانت تكلم عن المسائل الكبيرة الكبيرة هذو أربعة هوا تخاف تتعلم مور تتعلم واسمه مور تتعلم واسمه يوزي دخل القرآن والذكر والدعاء يا ربي يا ربي عاد مورها عاد واسمه هذي العبادات العبادات اللي تبدي بصلاة والجامعة وكذا وكذا كانت اسمها هذي حصول الإسلام أن يتحصنوا فيها للحفاظ على إيمانه باشي كانت بصلاة عليه وسلم كثرة الخطاء إلى المساجد إسباغوا الوضوء إسباغوا الوضوء وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظاروا الصلاة بعد الصلاة ألا ذلكم الرباط ألا ذلكم الرباط ألا ذلكم الرباط بين صلاة صلاها وصلاة ينتظرها دائم المؤمن يموت بين صلاتين صلاة أداها وصلاة ينتظر ويصليها هكذا المؤمن دائم هذور بعض هالعبادات ومن بعد الخامس واسمه هو ان شاء الله تبارك وتعالى زين خامس تاركة زين ان شاء الله اذن اخلاق واللي على رأسه واسمه هو الصبر واليقين وكذلك جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يقنون اصبر على راجلك يا اخلا دار ترك وابتغي في ذلك فضل الله والدنيا فايتا لماذا هذا الخراب من الذي يحب هذا الخراب الا سياطرين سوى الجين فان الصابر يوم القيامة له اجر بغير حساب بغير حساب انا كنقول هل انسى وكان الرجال يقول لها الرجال يصبروا ما هدلوا لكي يهضروا على هذا الشيء والذين يريدون اشعال الفتن في البيوت وهم لا علاقة لهم بالله ولا يؤمنوا بالاخر هذا ما عندهم مش هذا قلبهم رنفهم الشياطين هذا يساقون كما تساقوا النعاج الى حتفهم ولو يعلموا من الذي ينتظرهم وهم يحاربون دين الأمة ويشتتون الأسر اللي كان يعرفوا سمعهم ويسنهم الساكين الله يتوب عليهم يا رب واش هذي الخدمة اللي يخدم للإساء هذي الخدمة اللي تبشي تخدم للإساء لا حولها وانا قوة سايلة بني الصبر 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 واليقين الصبر الصبر على بالكم اللي يبغى باش ربي ثبته يطلب الله يصبره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين شو شو ولنبلو لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشري الصابرين الله يبشرهم الله أكبر الصبر وهذه الأخلاق أنا مغالش تكلم بك وقع الأخلاق الكرام والحلم كل خلق زين يجد الكثابات كل خلق زين يجد الكثابات كل خلق زين يجد الكثابات الحلم والسخاء والكرم والتواضع والصبر الله أكبر من بعد واسبوكين إن شاء الله سبارك واتعالى زين من بعد من بعد هذا الشيء تعالى أخلاق واسبوك يو هارك إن شاء الله هالعلم ها الذكر القرآن ها إن شاء الله تبارك وتعالى ها الصلاع ها المسجد وتمبقي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن تحمل هم هذه الأمة الدعوة إلى الله حتى أنتم ما بقوا تعلموا الناس جيران تعلموا الجارات جيبوا الجيران جيبوا أولادهم يبقوا يشاركوا في هذه هذه المحاضن طيبة المباركة وديهم محاضن ديال الدعوة إن شاء الله تعالى تكون عندكم مجالسات بإذن الله انتع الفتيات وانتع الوليدات وانتع الأمهات وانتع كذا يضحي شوية عطي شوية الدين دياله عطي شوية الدين ديالك يهمك الهم الهم دياله أن الأمة مسكنة الضيعة هذه اللي معداش أنا شبهت ولا أنا العلماء كيشبه هذه الأمة في هذا الزمان كالأيتام على مأدوبة اللي آم ما كانش قال لي مسكن اللي يفكر في هذه الأمة ما كان غلين خار فيها هذا يحارب لها الدين هذا يحارب لها الفضيلة هذا يحارب لها العيشة نتاحهم هذا يحارب لها ما كانش قال لي طبطب على هذه الأمة بس كينارها بحال كيما قال لأخوان بحال الشياء التائها في الليلة الشاتية وما عنداش اللي يحضيها ما عنداش اللي يحضيها فرا اللي يحضيها فرا ما كانش اللي يحضيها مخلي اللي بغا يدير يدير شوفوا اللي بغا يفسق هنا فاللي بغا يظلم يظلم اللي بغا يدير بالصحباش تكون مستاقب ما بغي ينكش ها 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 واش كاين ولا غيرين هضر ما زال ما سمعت واش هالشي كاين ولا ما كاين لا وعلى شين عسلين سان هما من عسلين ش هادو يلفقون للأموال وواه يلفقون الأموال والأوقات من أجل محاربة هذا هاد العفة وهاد الدين وهاد الشي باش قعوا لادنا يجرهم والعيادوا بالله واحد اللي مهلوك يقول لك واسمه الموت في نزه عشرة يبغي يدي كل شي يبغي يدي كل شي ودوا وودوا لو تكفرون وودوا أيضا تمنون لو أنكم تركوا دينكم ها هذا ان شاء الله تبارك وتعالى الدعوة كانش حاجة أخرى كانش حاجة أخرى ان شاء الله تبارك وتعالى كانش حاجة أخرى اللي غدي تزيدكم الثباتك كانش حاجة أخرى ها في التالي جعل الوصل الإنسان للصفقة الكبرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أي التضحية من أجل هذا الدين وهذه بإذن الله أعلى مراطب الثبات أعلى مراطب الثبات هو أن يصير الإنسان زيد دخل في صفقة مع ربه فحبل روحه على يده ثم أعطاها في سوق التجارة مع الله إلى مشتري وهذا المشتري هو الله والبائع هو أنت والسلعة هي المال والنفس والثمن هو الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذا نسيدي إن شاء الله تبارك وتعالى هذه بإذن الله بعض هذه الكلمات حول وسائل الثبات وسائل الثبات مسائل خراء إن شاء الله تبارك وتعالى التي تتعلق بهذا الموضوع هي مواضيع أخرى ولكن نقوله إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذا الشي اللي رح نقول له الآن بطريقة نظرية هو موجود في تلك الأرض بطريقة عملية هذا الشيء نشوفه تمنا هذا الثبات هذا الصبر تعرفوا في ذلك المكان تعرفوا شحال يحافظ القرآن مش تعرفوا شحال القرآن تعرفوا المساجد الدور تعرفوا كده تعرفوا في ذلك البلاد هذه البيئة هذه كديري الناس في التعامل تعحم مع بعضهم بعض ما كيشهم واحد 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 اللي جاء كلهم متكافلين كلهم متعاونين كلهم متحابين كلهم متساندين كيصليوا الفجار كثير من صليوا إحنا في الجماعة لأطفال وكل شيء كي يديروا مبادرات التنافس في الصلاة في المسجد وعندهم مبادرات غريبة عجيبة ولذلك هذا النوع والصور ديال الثبات لم تأتي من فرع والسيد اللي يقول لهم يكون مرجلة نحن مشاريع شهداء هو مشاريع شهداء أولاده والمراكة تقول أنا كل شيء أولادي صفتهم اللهم أخذ من أبنائي ودماء حتى ترضى وجهة المراكة تقولهم هذه المنطقة الوحيدة الحرة في العالم واحد قال نحن لغة نحرك من تومة وكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله وحنا يرى اعلمنا احنا رحنا لهين مع مع الشاب موحا والشاب كذا والدفيش والكورا وشهد شيء هذا دين دين نعطيه الوقت التالي هذا ما فتح الله في لقائكم فإن كان الذي قلته فيه نوع من الصحة فذلك من توفيق الله وفضله فلله الحمد والمنى وتضعن فيه الكثير من الانزلاقات والأخطافة هي مني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك براء فأستغفر الله وصل الله وسلم على حبيبنا محمد الحمد لله نحن يحضرون الراس العام خاصة هذا المجلس فيانا شاء الله فمضيب اللهم تكلم منها شوية أو لا تكلم لغير ديرا حسنو أقلك سيدين المسألة الأولى التهيئة من الراس العام هذا الي هي الراس العام واسمرا هي دير أدركوا لا واسمرا هي دير باشه لا لا واسمرا هي دير بعدها راح ياقض رعا خايف رعا خايف رعا خايفة تفوتوا للمناسبة فهمتوا شتوذيك الخوف اللي قلت لك اللي قلت تخاف علي مالك لا يمشي هذا الخوف انت عمشي الجيهة لخرى تخافي لا ممشيش احتفلي قولو انترك متخلف تخاف واح تخاف يقولوا رك معقد شوفوا شوفوا الفكر كده تخاف يقول له بالله ام هالك انت عالك انا وامشي يكلي برخه على امه وقع امه ما بغيتش انت واذا تكلي بماذا انت ألعب المكتد خايفين يتخلفون عن ركب المحتفلين والمحتفلات والراقصات والشالي بطرطات وهكذا 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 إذا هذو خايفين مناش؟ خايفين بربي؟ أشي أبو نالوش؟ أستاذ بخايفين بربي؟ وعناش خايفين هذو؟ خايفين من الناس؟ شكونا ولا غادي حاسب كراء اليوم القيامة؟ الناس ولا ربو الناس؟ ربو الناس وش ربي؟ ربو الناس اللي خلقني قال لي تهيي أروحك واحتافل بالرأس العام؟ قال هالي سيدة ربي؟ اي لا سيدة شي واحد عنده شي آية ولا حادث يقولها لي انا اغدى لوجه جدا روحي يالله كايش واحد اللي يعرف شي آية ولا شي حادث؟ كايش واحد تعرفي شي آية ولا حادثة بنتي؟ قولي بصورة كبيرة كانوا يبصرونك الأخباص كانوا يقولون الله اه لا نزال ما وصلتش هذك شي انا وصلت على قضية واش عندكم شي آية ولا حادث كي يقول لكم تحتافلو كاي ولا ما كايش؟ ما كايش ايضا هذي اللي ما يقول لك ما قال لك سيدة ربي يحتافل وما قال لك شن بيصلى عزي بحتافل اه هذا هذا رأس العام هذا رأس العام فهموني واسمه هو هذا رأس العام هذا رأس العام اللي رك تواجد دروح كنتات في تافل باش تكونوا فاهمين واسمه هذا رأس العام يقولوا اسمه هذا رأس العام اللي رأس العام الفين تلاتة وعشري غدي تأتى الفين وربعة وعشحري ياك هذا العام للعام فات وربطه بشي ربطه بشي ربطه بشي ربطه بشي ربطه بقضية المسيح كريسماس عيسى عليه السلام نؤمن بعيسى عليه السلام نؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بنا أحد منهم ونؤمن أنه عبد الله وليس ابن الله ياك من إن شاء الله تبارك وتعالنا عرفوا بإلا هذه المناسبة مرتبطة بمرور العام ومرتبطة أيضا بميلاد عيسى عليه السلام احنا واش مطالبين باش نحتفلوا بهذا الميلاد اعوى ثانيا هذ ميلاد أنت عيسى عليه السلام ياك بالنسبة لعقيائي ديالهم هما كيف يسميه هو عيسى بن الله صافي زيد واخا لا غي عيسى عيسى بن الله زيد صافي غي عيسى بن الله ثالث وثلاثة ثالث وثلاثة وعن نقلل زيد وثلاثة ورابعة شكو وزيد وهو الله وقال ثلاثة ها قالت النصارى المسيح بن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالثة ثلاثة يعني انت يا احتفال هذا ديال النصارى بالنسبة لهذا واش هو احتفال ديني ولا مداني مداني واشواء ونحن نقول واسمه قال القرآن واش ديني ولا مداني 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 واش دين ولا تقاليد هنرا راه دين دين تحم الدين تحم حرفوا الدين ديالهم اذن هذي عيد واسمه هذي عيد هذي عيد ديني وهذي عيد ديني زيد واتعي واتسمعوا هذي سقساتني هذي عيد ديني ديالهم زيد وثانيا مرتبط زيد بعقائد باطلة ثالثا ومرتبط في الاحتفالة زيد بتقوص باطلة ورابعا مرتبط ايضا بزيد بمسائلة ليست فقط غيدينية تعل مسيحيين واسمه يا داخل عليهم حتى العقائد الوثنية حال هذا شجر انت حكرا اسمه ياك واشوش حال مسائل شوه اربعة ديال اولا هن يجوزوا للمسلمين يحتفلوا بيحتفلها بعياد دينية غير عياد الدينية تعل مسلمين حراب 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 لان هذه عياد دينية عندها عقائد عندها عقائد واذاك ستر باش يقول في القرآن اللي كيحتفل العياد الدينية تعالي خواه اسمه فيها واسمه فيها من تشبه بقوم حشرة معهم هاو الأولى حشرة معهم النبي الله واشكرا يا ايوه الذين اتخذوا لي هودا والنصر أولياء بعضهم وأولياء بعض وبي يتوله منك فهو أولاء إذن فهو منهم ثالثا زيد ثالثا زيد زيد ثالثا ها هو تشبه بهم واتبعهم ها هو يواليهم لأنه يؤمن ويحتفل معهم والرأو الثالثة واسموية ها كان يقول لك يقول لك شو واحد يقول لك يواقع النصرها الناصرها قاعد دير هذا لا تكون إمعة تولي غلي جيت وشي اواقع النصر غيرانا 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 إذن هذا لا يهجوز هذا حرام هذا حرام اللي ما عندوش ثبات في القلب غلي جيت امشوا معهم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سننا الذين من قبلكم شبرا بشبل ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جوحنا ضبا لدخلوا قال له يهجو النصر قالوا ومن 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 ها روم يتبعون غير أخرين وش هذي هذه القضية بعد ذلك رابعا واسمو فيه في هذه الطريقة انت على احتفال هذا احتفال اسمو كي يجيب ديك الرومي احنا عمروه قلنا لهم روحوا وعيدو معنا عيد الكبير عمروه قلنا لهم عيدو معنا العيد الصغير هذا سيديه هولي هم العياد انتحهم الديني وانحنا عدنا عايد عن نزو جديه من بعد يدروا الطرطة قال لي واحد قال لي واهذه الليلة غيرů يبغي تنشبع الحباب وندير الطرطة طعبون هني ما اصبت غير فيلك الليلة الله يعطيك ان شاء الله الخير غيريك الليلة غريك الليلة يبدي له هكذا الشيطان ما عليش غير ديك التورطة و يا ابن عمي ديك المخبازات يكونوا عليهم الطوابير متع المنتظرين للحصول عن التورطة يا ابن عمي مكمل حتى عشرين دورو ديال الخبز مني تقول هالو المرأة ما يجيبها عش او تمشي لكل المرأة و تبقى تدير التور او راها مطالبة و ان شاء الله عندها الدمانت باش يجيب التورطة انتع البون عمي وش حال تدير عشر الافريك يا ربي يا ربي تورطة 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 اما اللي يجيب الشجرة هذي قاكثر اما اللي يدي ولده يديله ذيك كدنا واعد الشاشي يحمرها هكذا يديلها يولده و يبقى يصورها يصوره هذك مشها اما ذاك اللي يمشي عند ذاك باباهم اللي يقول له موه و يصور مع ولاده هذك الدجال الكذاب هذك الدجال والكذاب بتاع ذيك العقيدة الفاسدة وتمشي انت صافي تريك غادي يا السمان هذي الشيك سكم تخلى عليه اما القضية انت الاحتفال برأس العام جاع وخم عنده الصبغة الدينية جاع ما يذكر لا عيسى ولا هذي الشيء ولك يحتفل تلك الطريقة ويمشي بحظة شونس ويمشي عند الله توريفال كان اللي يمشي عند الهيه كان اللي يمشي المجدع كان اللي يضوما انضي ان شاء الله في ذاك الفندق وكان واه ربي 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 وانتناشن تعليل وما يحسبوه وش هالبقي بقي ثلاثين ثانية تق 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 ايه ومنين تكمل تقطاقات وتكتبهم هذي كالفين واربعة وشرين ويدخلوه كل بهايم شي في شي اما ما نحدثكمش على ذاك الليلة اكثر الليالي التي يعب فيها الخمر ام الخميث هي ذاك الليلة واكثر الليلة تقع فيها المنكارات والفساد بناتنا بناتنا ذاك الليلة واكثر الليالي التي تقع فيها الحوادث تعرف الحوادث الحوادث اشحال الصباح انا تعواه صادر جنفي بقوا يتكلموا اللي هي ماتوا اللي هي قداء هذاك الترطيق بيهم اللي هي هاذا ترطيق بيهم اللي هي اشتنا لهاد الشي لذلك هذك النهار خالس يكون يوم عادي كسائر الايام ولا كإني بالنسبة لنا ماشي يوم عادي ماشي على اسس النوع عيدهم الله لانها ليلة يكثر فيها العصيان لله فيخاف الإنسان غضب الله على الخلق هذا هو واسم كنت قلت إشي سؤال خلونا كيف قلت غير مع شغالة أشي فرح الوليدات هذا هو اللحن أذره هذا قلت يقول كوانا قلت يغير نفرح الوليدات إلا قلت يغير فرحه في ذلك اللي لا أنا قلت يغير فرحه مش لي لي فرح لله لا لا أخلي خليت فوت واحد جان فيه واحد ست يام ولا سبع أيام بغيت تفرحهم اربطي دائما التحفيز للأولاد بالمرضودية دائما بغيت تحتافل بالولاي ولا تكون تجيب لهم ونجيب لهم شي حاجة شوفي حفظوا مثلا ثلاثة نتاع الحزاب ولا حزب ولا زل الصور ولا خطوال قولهم إلا حفظ طولي مثلا هذا الصور إن شاء الله غادي ندلكم حفلها ونجيب لهم الطورطة ونكتب فيه محمد من عبو ذكتل مين أهنئك على هذه النتائج كذا ونسأل الله أن يديم عليك الفلاحة في الدنيا والأخيرة ما لكنتم كتربتوا هذا الشي ديال الاحتفالات بالوليدات بالمنجزات علموا أنكم إذا رأيتم في أولادكم شي حاجة أنت على عطاء وأنت على الإنجاز أعطيهم مكافأة تشجيعا لهم وما يكون شي لك النهر هذا شجعهم على القرآن شجعهم على أحدث النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم الأربعين النووية حفظهم الحزب الستين هذي يكون في الدار المماء ينخسدينها تحفظهم الحزب الستين تحفظهم الأربعين النووية آه ترقب آه ترقب أخلاق نتاحهم الصلاة نتاحهم فاربك يقول قوى أنفسكم وأهلكم نارا هاي ذلك يا سيدة ربي كل مولود يولاده على الفطرة نعم كيش حاجة غفرة نعم عاودي عاودي قال عمره من الخطاب استعذبوا أعضاء أعيادة أعيادة أعضاء الله في إيدي أعضاء الله في إيدي هونا ما رشوش عمر قالها ولكن هذه صحيحة اجتنبوا أعيادة هؤلاء لأن فيها الصخط واش تبشي انتل الصخط وطرمين في حالة في الصير الحاجة جارة تصلي في المشترات تصلي الأوقات هي وعرصتها وولدها في المشتاء في الصفرها الحاجة هي وولدها وعرصتها راف البحر عرياني قول لله الحمد للوالدين هاي في المشترات مشترات الصعب لو كان يجي سخطمه وجيت سونامي تمشي مع هذوك واش ركوا فهميني ولا لا فين انت غاديت مشترات الكلام اللي قالت وقالوا سيدنا عمر ولا قالوا ره قالوا ولا ما قالوا شراء المعنى صحيح وانزا تقرب لأن هذا السيد اللي قلت تسعة وتسعين وكمل مياه قالوا العالمي لا بغي تربيتو بأليك خلي ذيك القرية تعال الفاسدين ورح القرية تعال الصالحين وسبح الله من عندني يمزي أنا مات في وسط الطري ما وصلش جاع مع مرودة للخير فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالت ملائكة العذاب لم يفعل خير قطفة ومن أهل المار قالت ملائكة الرحمة بل هو من أهل الجنة جاء إلى الله تائبا فحكم الله فيهم ملكا في صورة الرجل وقال للملائكة الرحمة والعذاب قيس المسافة التي تفصل القريتين إلى الجسد فإلى أيهما كان أقرب الجسد حشير مع أهلها وهو فين كان قريب الصالحين أو الفاسدين صالحين كان قريب الطالحين الفاسدين فقال الله للقرية الصالحة ألها تزحزحي واقتربي من عبدي جا عندي وقال للقرية الفاسد تزحزحي وبنتعيدي أربي لا يمشى غير جغرافي أعلم سبت اللي يمشى عن ضرب فلما قاسوا وجدوه أقرب أقرب إلى القرية الصالحة بقيدي ألموله فحازتهم ملائكة الرحمة وما دار لخير لوله وقت المياه اسماتوا هذا الدليل واسفه أهرب لي عن المؤمنين مشي عن صحاب البحر أهرب لي لمجالس انتع الخير مشي لمجالس انتع اللغو أهرب لي لبيوت الله مشي للأماكن والألدية والعياذ بالله اللي كي يكون في هذا حيوجنا مجي مزينا أهرب لي في القناوات تسمع القرآن للدروس مشي تمشي للتك توك قابلت لا حولة ولا قوة إلا بالله واش تعرفوا لي مرة راكا يمشوا لتك توك يديرون لك الشي تعيب يطلبوا يطلبوا يديرون شي حواج قابلت مشي حال مرة تعرّت مزيق قوة أعطيولها شوهوا في نصل نحنا هذا هو الإسلام هذا هو الدين هذا هو كذا ولذلك الإسلام يهرب إلى ما فيه الصلاح بقي شي عاجة خورا زي دابتي أغلب الناس كيقولوا أسموه غادي نديره أولا مثلاً الأولان شهر تبارك وتعالى يرابط الإنسان بقلبه على القضية اهتماماً وتعليماً وتبليغاً للأولاد و و و و هل راني معه لا لا هذه مرابطة غيب القلب غيب القلب غيب القلب قلب ديالك ومن يكون عندك إن شاء الله حاضر القضية في دينك وفي القلب داعك كتصرفها مع أولادك مع جيرانك مع كذا وكتكون عندك واحدة المبادرات غينتة وعارفهم غيصي درب كتقول لأولاد انتاك اللي عندوش عاجة هو السندوق انتاك داو المسائلة انتو مارك وتعالى كي كل إنسان مرابط لأن النبي سلاسين تقول الرباط وساعة خير من قيامي وصيامي الشهرين بأكمل وخارك بعيد وخارك بعيد وخارك بعيد الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى الإنسان منين كيكون هكذا بوحدو يا كاسد وتفكر فلسطين وتفكر خوتنا ويشوف وياس يدو يبقى يقول يا رب يا رب يا رب راح نقارك تشوف كيفاش دير وقا يدمع العينين دير وتدمع هادوك الدموع غالي عن سدر بسوعة والذين إذا ما أتوك قال تولوا وعينهم تفيضوا من الدمع أن لا يجدوا ما ينفقون ما عندهمش بساكين ما عندوش شي وسيلة أخرى ورا يشوف وحيلة بينه وبذا هذه الدموع غالية قالك سيدة ربي ما على المحسنين من سبيل اسمها ربي من المحسنين اسمها ربي من المحسنين لأن ربي كيشوف القلوب كيشوف القلوب الثالثة وزوية من غزى زيت ولم يغزو كاشو من لم يغزو وما نوش الغزو مات ميتة جاهلية وعلى شعب النفاق يعني تلوي أنك إلاجة بالله تبارك وتعالى شي حاجة من هذه المسائل هذه بإذن الله يعني مش يعادة عن الرجال المسائل أخرى من جهز غازي فقط غازها هذه المسائل تعالى والرابع ان شاء الله تبارك وتعالى أن الإنسان بإذن الله كما يقول المسائل عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا بلغه منازل الشهداء ولو مات على فراشه قيدعي يا رب يا رب والمسائل الأخرى كنخليها لكم لكم مسائل الأخرين كنخليها لكم على حساب الظروف هذه هي اللي ضرورية وعلى معنى يا صدر ربي هذا هذه رها ضرورية تجمع قلبك على القضية وتحرق على خوتك وتحس بألمهم وتشعروا بهم وتدعوا لهم وتقوم بما تستطيع في هذه الحالة أنت على الضعف على الأمة اللي قدرت وتحزن وتدمع عينيك هذا دليل الصدق هذا دليل الإحسان وصدر برا غادي يجيب الوقت هذا المسائل غادي تمشي غادي لأن ربك يقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إذا فريق منهم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربانا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل ولا خير تخر لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكون يدرككم الموت ولو كن لأن واحد عدد تتعلم وقالوا ألوك أرام حلولة ألوك أرام ألوك أرام ألوك أرام أنا غادي جي واحد لقيتة غاستك تمشي وراك غادي جي وقلس دير ذلك الشي اللي تقدر له في هاللقيتة وراك معذور على قدر هذه العراقين ولكن الإنسان دائمي كيكون ينوي أن تتحسن الأمور كل ما تحسن الأمور يرتقي في دعمه لإخواني كايش حاجة أخرى أنا جائد لتبع صح جيدا السيئة السيد الله حظيطك لله وراكم السيد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كبول بلا نسبة بعد هذه كانت فرصة بين هذه اللقاء سنعرفوا بلني هراها ستكون واحد سابب من أسبب النصر لإخوان ناصر إلى اللي اللي يجنعنا هو هذا الهم هذا الهم هذا القضية هو اللي درتعلي هذا اللقاء المفتوح ونتأكدوا بأن الله سبحانه وتعالى ما غيرت الشيخيه بالضمد يلبتاشي واحد مننا هذي تمشين لنا واحد دعوة أخرى ليصال هذوك الناس وهذا